أشرت إلى التناقض أو المعايير المزوجة فيما يتعلق بالإدانة يدينون القصف التركي ولا يدينون القصف الإيراني ولكن هل هنا الإدانة كافية لردع معتدي؟ لا بالحقيقة الإدانة ليس كافية لكن أضعف الإيمان الإدانة أضعف الإيمان ويجب على أي فرد عراقي وطني يدين هذه الانتهاكات لأنه بالأساس ينتهاك لسيادة العراقية وأقليم كردستان جزء من الأراضي العراقية وجزء من السيادة العراقية فيجب أولا أن نضع النقاط على الحروف ولا تكون هناك ازدواجية بنسبة لإدانة انتهاك السيادة العراقية من أي جهل كانت ومن ثم نتخذ الخطوات الأولى إذا اتفقنا على الإدانة وإدانة هذه الأعمال هناك خطوات أخرى سواء كانت تجاه إيران أو تجاه تركيا من خلال القنوات الدبلوماسية ومن خلال التصعيد إلى الجهات الدولية إقليم كردستان لا يستطيع تصعيد هذه الأمور إلى الجهات الدولية لأنه التمثيل الخارجي ووزارة الخارجية والهيئات الدبلوماسية هي من مهام الحكومة الاتحادية يجب أن تعترض على هذه الأعمال التي تنتهك سيادة العراق فلهذا مع الأسف الشديد ليس هناك سيادة وليس هناك قرار واحد هناك حكومة صح التعبير مع الأسف الشديد هي ضعيفة وهناك دويلات داخل هذه الدولة دولة العراق دويلات أحزاب متحكمة وتتعامل مع الأحداث وليس فقط هذا الحدث جميع الأحداث حسب أهواه ومصالحها الخاصة التي هي فوق مصالح العراق والاعتبارات الوطنية